بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي مشاهدي قناتنا للألي في كل مكان أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من بنامجكم البيت الكبير بيت كل الأهلوية وبيت كل الناس مبارح وبعدما تناولنا لفضيحة خطاب اتحاد كرة القدم لوزارة الشباب والرياضة بتاريخ 14 إبريل أنا آسف جدا لأن التواريخ مهمة جدا 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 الدكتور وليد العطار وهو المدير التنفيذي والمتحدث الرسمي لاتحاد كرة القدم عمل مدخلة تلفزيونية في On Sports أو On Time Sports مع كابتن إبراهيم فهي قبل ما أتكلم عن اللي قاله كابتن وليد العطار كابتن وليد العطار كمدير تنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم والمتحدث الرسمي يعني كلامه هو كلام اتحاد كرة القدم وبالتالي الكلام اللي بيطلع من الأستاذ الدكتور وليد العطار هو كلام تصريح رسمي من اتحاد كرة القدم بيقولوا للناس كلها كابتن يعني مش حاجة شخصية كابتن وليد العطار بيقول للناس المدير التنفيذي والمتحدث الرسمي اتحاد كرة القدم قال لكل من يسأل عن هل تعمد اتحاد كرة القدم اخفاء خطاب تنظيم واستضافة نهائي دوري الأبطال كان رد واضح من الكابتن وليد العطار انه لا ما حصلش ان انا نادي بيرامدز طلب مني ان انا كاتحاد كرة يعني ان انا استضيف نهائي دوري البطولة الكنفدرالية والنادي الاهلي لم يطلب مني ان هو ينظم نهائي دوري الأبطال اول حاجة دكتور وليد قال ان خطاب الوزارة او خطاب اتحاد كرة القدم للوزارة تضمن البطولات المجمعة ونهائي الكنفدرالية فقط لان الاهلي ما طلبش تنظيم المباراة النهائية زي ما قلت لحضراتكم طب هقول لحضرتك حاجة يا دكتور وليد ولو سمحت انا عارف ان انت مش هتعرف تخش معي اتمنى طبعا على فكرة دكتور وليد العطار واحد من الناس المحترمة جدا جدا كشخص يعني ولكن هنا انا بختلف معاك في شغل او في حاجة بتتقال هي خاطئة 100% وغير صحيحة 100% طيب يا دكتور وليد بعد اذن حضرتك هل تقدر حضرتك تطلع وتقول لي الاتحاد السنغالي الاتحاد السنغالي اللي كان بينافس الاتحاد المغربي لتنظيم نهائي دوري الابطال هل له فرق في دوري الابطال سؤال مفوش مشكلة صح سؤال بسيط وعادي جدا سؤال بسيط وعادي جدا هل الاتحاد السنغالي كان عنده فرق تعالوا نشوف إيه الفرق اللي كانت موجودة في دور الأبطال في دور التماني في دور المجموعات خلاص وريني يا سمير لو سمحت بتجهز لغاية لما تجهز مفيش ولا فريق سنغالي كان متواجد في نهائي أو في دور التمانية في دور الأبطال إيه اللي انت بتقوله ده أيوة أيوة يا فندم الكلام اللي قاله كابتن وليد العطار مبارح هو كلام غير صحيح أنا بوجه رسالة مباشرة أنا ما بلفش ودور أنا بوجه رسالة مباشرة إن الكلام اللي حضرتك قلته يا كابتن وليد هو كلام غير صحيح وإن الفريق السنغال لا يوجد فريق سنغالي في دور التمانية إلا لو كانت هناك لائحة أخرى أنا معرفهاش هم قالوا إن الاتحاد السنغالي والاتحاد الناجيري والاتحاد المغربي اللي تقدموا وبالتالي تم استبعاد الاتحاد الناجيري لأسباب وتبقى السنغالي والمغربي ورينا سمير هم مين دول؟ دول الفرق اللي كانت بتلعب في دور المجموعات A و B و C و D كل الفرق 4 ف 4 16 فريق ولا سنغالي ولا ناجيري يعني الاتحاد السنغالي تقدم من نفسه تقريباً هل ده مخالف للبطولة يا كابتن وليد ولا مش مخالف؟ الله أعلم طبعاً أنا قريت وعرف أن أنا بقول إيه الكلام اللي حضرتك بتقوله كلام غير صحيح مش هقول كدب لأنه حنتظر رد حضرتك سواء عند كابتن إبراهيم فاي أو عند كابتن شوبير أو عند أي حد ماملودي سانداونز الأهل الهلال المريخ هل الأربع فرق دول فيهم فريق سنغالي أو ناجيري؟ ولا سنغالي ولا ناجيري؟ المجموعة الثانية الرجاء ووفاق سطيف وأمازولو وحرية كونكري خلاص؟ الأربع فرق دول هل فيهم سنغالي أو ناجيري؟ لا يوجد فريق سنغالي أو ناجيري المجموعة C التراجي شباب رياض بولوزداد النجم الساحلي جوانينج جالاكسي هل المجموعة دي ده بتسواني جوانينج جالاكسي ده بتسواني بالمناسبة المجموعة C دي هل فيها فريق سنغالي أو ناجيري؟ ما فيهاش فريق سنغالي أو ناجيري المجموعة دي الوداد الرياضي المغربي بيترو أتليتكو الزمالك ساجرادا إسبرانسا هل المجموعة دي فيها فريق سنغالي أو ناجيري؟ أنا آسف جدا أن أنا بطول وبسأل السؤال ده وبجاوب عليه لا يوجد فريق سنغالي أو نيجيري في المجموعات الأربع مجموعات في دور التمانية فبالتالي يا كابتن وليد الكلام اللي حضرتك بتقوله هو كلام غير صحيح لحين إثبات عكسه وعندما سئله الدكتور وليد العطار مرة تانية عن تعمده إخفاء الخطاب قال احنا ملناش مصلحة في إخفاء الخطاب طب بما إن حضرتك ملكش مصلحة أنا بتكلم كالتحاد كرة طبعا طب الخطاب كان جاي في شهر يناير وباب التقديم لإستضافة المطش اتفتح وتقفل والخطاب مستخبي مش معنى الخطاب طلع يوم 14 إبريل مش معنى بحاجة غريبة جدا وعندما يسأل دكتور وليد العطار وش معنى لما بيرامدز طلب تنظيم أنا بحبش كلمة شمعنى ولكن لماذا عندما طلب بيرامدز طلب تنظيم نهائي الكنفدرالية وعرف منين وهل الاتحاد المفروض اللي يبلغ الأندية ولا لا أرسل دي اللايحة المسابقة والنادي لازم هو اللي يطلب التنظيم أولا أتمنى أن يطلعنا الكابتن وليد العطار المدير التنفيذي والمتحدث الرسمي باسم اتحاد كرة القدم على اللايحة اللي بتقول هذا الكلام لأن الكلام ده مش حقيقي ومش منطقي وإلا ما كانتش السنغال ونججيري قدمت لتنظيم المباراة وهم ملهمش ولا نادي في دور الستاشر